اليوم سوف نتعرف على طريقة شو كيفية حال مشكل تطبيق نتفليكس نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات من ثم سوف نقوم بالنزول الى الأسفل والضغط هنا على تطبيق نتفليكس سوف يظهرنا على هذا الشكل بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجبارين من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المكان التخزين بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المسح التخزين وبهذه الطريقة نكون وقد قمنا بحل المشكلة